الذكاء الاصطناعي ليس من وحي الخيال هو واقع جاء إلى عالمنا ليصبح جزءا من حياتنا اليومية وعلينا أن نكون أكثر وعيا عند التعامل معه قطاع الأعمال واحد من القطاعات التي ستجني منه فوائد عديدة المختصون أكدوا ذلك في ندوة نظمها فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة بريمي بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات استهدف شريحة كبيرة من المجتمع من رواد الأعمال أيضا من طلبة المدارس المهتمين المدارس الخاصة بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات فأصبح الذكاء الاصطناعي له تطبيقات واسعة في حياتنا اليومية ويمس حياة كل القطاعات المختلفة مفهوم الذكاء الاصطناعي التولدي وأبرز التطبيقات العملية التي تندرج ضمنه في مجالات التعليم والطب والألعاب والتسويق والبيانات الوهمية طرحت بتفاصيل عززت بأمثلة عديدة أصحاب الأعمال تعرفوا على مفاهيم صناعة المحتوى من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يحقق رؤية واضحة لهم لتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتنمية وتطوير أعمالهم تحدثنا عن ذكاء الصناعي بشكل عام مجالات ذكاء الصناعي وأيضا دور البرنامج الذكاء الصناعي والتقنية المتقدمة التي تشرف على تنفيذ وزارة النقل والصالات وتقنية المعلومات دوره في تشقيع ريالة العمال في مجال ذكاء الصناعي والتقنية المتقدمة أيضا تطرقنا في هذا البرشة اليوم عن إمكانيات ذكاء الصناعي وكيف يمكن أن يساعد رائد الأعمال أو متخصصين في القطاع الخاص في تطوير أعمالهم أما التطبيق العملي فقد أضاف للندوة طابعا آخر إذ استعرضت التطبيقات العملية المباشرة لاستخدامات برامج الذكاء الصناعي وكيفية تفعيلها في مؤسسات القطاع الخاص وفيها سلت الضوء على أبرز المواقع والبرامج الذكية التي يمكن استخدامها في مجالات الأعمال المختلفة اليوم في هذه الندوة قدمت عن صناعة المحتوى باستخدام الذكاء الصناعي طبعا عرفت الجمهور على بعض التطبيقات الهامة أو المهمة اللي ممكن هم يستخدموها أو يستفيدوا منها في مجالات متعددة اللي في القطاع الخاص اللي في القطاع الحكومي أو حتى اللي في المدرسة في تطبيقات مهمة ممكن هم يستخدموها وتساعدهم في عملهم إن شاء الله وتسعى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الجهات المختلفة إلى مواكبة التسارع في قطاع الذكاء الصناعي نظرا لما يمثله هذا القطاع من أهمية كبيرة في مختلف المجالات أنور بن زاهر الغريبي من غرفة تجارة وصناعة عمان محافظة البريمي